بدون إطالة سوف أرد على الدكتورة أسماء حنبلي حول تصريحتها الأخيرة حول سكان المغرب العربي قديماً والرطانة البربرية كما وصفها ابن خلدون أولاً في بحث للعالم الألماني لوس دريتشت بعنوان EM78 An Update About DNA in North Africa تطرق فيه إلى دراسة الجثة التي تحدثت عنها والتي وجدت في كهف الحمام بقرب مدينة وجدة وكذلك جثة أخرى وجدت في الجزائر ليبيا والأردن حيث صرح أن هذه الجثة كلها تعود إلى سكان شبه الجزيرة العربية الذي يعود تاريخهم إلى 40 ألف سنة وهو نفع على أن الجين الذي وجد وهو EM78 يعود إلى الجين الأمازيغي البربري يعني هو بنفسه في بحثه نفع على أنه جين أمازيغي وهذا كذلك يعني وصفه العالم العراقي أحمد سوسا والعالم الألماني ويليام لينجر وكذلك العالم الأمريكي والديرنت حول هذا الموضوع والحضارة في شبه الجزيرة العربية وعني اللغات أقول لك سيدتي احترمي عقولنا نحن من درسنا اللسانيات وهناك مجموعة من الـ language groups اشتقت منها اللغات وهي اللغات السامية بما يسمى ومن بينها العربية وهناك هندو يوروبيان لينجوجز وافرو اجين لينجوجز إذا كانت اللغة الأمازيغية كما صرحت هي أول لغة في العالم فلماذا لا زالت تصارع هذه الرطانة لكي تكون لها قواعدها وصرفها ونحوها وهي لا زالت تصارع لكي يكون لها حرفها أتكتب بالحرف العربي أم اللاتيني أم التفناغ الذي هو عربي في حد ذاته وأنصحك بأن تقرأي لي غوتيه وجين ليرفير الذين تحدثوا في هذا الموضوع وإلى العالم الجزائري عبد الرحمن بن عطية